اعزائي طلبة وطالبات تلت سنوي اهلا بكم في فرنش اكاديمي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اللغة الفرنسية الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف فيه على كلمات الدرس التاني في الوحدة التانية الوحدة التانية عنوانها يعني مجموعة الناس اللي بيحبوا الاكل والدرس التاني لسان ده عنوانه parleي دو كالكو شوز سان دير سانو الحديث عن شيء بدون ذكر اسمه هنبتدي بالاسماء المذكرة نوم مسكولا فرعه او قسم نوع جبنا سويسريا او موزاريلا ان توست ان توست توست او شرائح خبز محمصة ان پو ان پو برطمان او واعي ان ادلت ان ادلت شخص بالغ لجنبو لحم الخنزير لبوبكورن لبوبكورن الفيشار دي كوكيز بس كويت بالشوكولاتة بعد كده الاسماء المؤنسة نوم في منا اين بيتزا اين بيتزا بيتزا اين كخيب اين كخيب فطيرة محشوة اين تاختين اين تاختين شريحة خبز بالزبدة والمربع اين بوات اين بوات علبة اين بواتي اين بواتي زوغيقة اين كونتتي اين كونتتي كمية اين دوينت اين دوينت فزورة لا سردين لا سردين السردين اين سبسياليتي اين سبسياليتي شخص او تخصص اين بوغي اين بوغي تعام مهروس اين سوب اين سوب شربة اين صغت اين صغت نوع اين باتات اين باتات باتاتا لا فاغين لا فاغين الدقيق لا كاكاويت لا كاكاويت الفول السوداني لا موس لا موس الرغوة دي فخيت دي فخيت بطاطس محمرة دي سغيال دي سغيال الحبوب او الغلال ونخلي بالنا كويس من كلمة سغيال هي اسمه مؤنس لان كان فيه خطأ في كلمات الدرس الاول وكنا قلنا عليها ان هي اسمه مذكر ولكن هي اسمه مؤنس بعتذر جدا عن الخطأ ده واتمنى تصححه المعلومة بعد كده بقى هنبتدي في الافعال يجب يرغب يشير يوصي يسرق يدفع ينتج يجب يضع يتوجه الى بعد كده بقى هنتعرف على الصفات والظروف وحروف الجر والتعبيرات Legg يجب او يجب وده يعني يجب وهو بيكون متصرف بس مع الضمير يوميا قائمة مشتروات ونخلي بالنا ان كلمة كورس لما بتكون جمع بيكون معناها مشتروات لكن لو هي مفرد معناها سبق سورتو خاصة او فون بالدخل لو بوصن سالي السمك الممالح يعني الفسير او فخماج رابي جبنا مبشورة او فخماج رابي بكوشي منتجات مجمدة خضروات جافة كده خلصنا كل الفوكابولاغ بتاعت الدرس التاني واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو النهاردة وان شاء الله نتقابل تاني في فيديو جديد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة